بين محاولة عودة التموضع في المساحات التي أخرج منها ووقع الضربات العديدة لطائرات من دون طيار يحاول تنظيم القاعدة مجددا البحث عن حيز آخر للتحرك في المحافظات التي أصبحت ضمن الخارطة العالمية لمكافحة الإرهاب وفي الوقت الذي يستمت التنظيم في كل من محافظة لحج وأبيان على العودة لخوض معاركه مع قوات الجيش واستهداف النقاط الأمنية تعود الإدارة الأمريكية لتفعيل استراتيجيتها مستهدفة أكبر عدد ممكن من أهداف متحركة لعناصر هذا التنظيم العمليات الجوية الأخيرة كان هدفها مواقع الشريط الساحلي شرق مديرية أحور بأبيان حيث تنت غارات عديدة على أماكن تمركز عناصر التنظيم فيما استهدفت غارات أخرى الجهة الغربية من المحافظة في مناطق عرفت بأكبر معسكرات تدريب القاعدة في شبه جزيرة العرب وبالتزامن مع مرحلة أخرى من مكافحة الإرهاب أوضحت قوات الجيش في بيان لها ضرورة تعاون مواطن محافظة أبيان بالإبلاغ عن أي تحرك للتنظيم في المساحات البعيدة عن مرمى القوات وعلاوة على ما يتلقاه التنظيم من ضربات متعددة في كل من لحج وأبيان والبيضاء إلا أنه وبحسب مراقبين يلجأ للملمة قوة في المناطق الجبلية الوعرة ذات البنية القبلية والتي تعمل على مساعدته في خلق عودة أخرى تحركات استراتيجية جديدة إذن في ملف مكافحة الإرهاب بليمن وأمام ضربات عديدة يتلقاها التنظيم بين الحين والآخر ما تزال التساؤلات تدور حول إمكانية تجفيف منابعه والتقليص أكثر من تحركاته